رعينا عليك شو هالروعة? يعان شفولي الروعة صفن هيكة. يا للروعة. ولا افخم من هيك طبق. الله شفوش جبنة. يا سلام. مثل النار مش قادر احملها الروعة. شفولي الجبنة شو روعة. اليوم الوصفة من ايطاليا. هلأ ما قلتولي مين رايح على ايطاليا او مين عايش بايطاليا. صراحة انا بحب بروح ايطاليا هيكة ولا مرة رايح بس بحب بروح بقولوا هيكة فيها مدن حلوة وكذا. والاكل هنيكي كتير طيب. فاللي رايح او اللي عايش هونيك يخبرنا تجربته اسفل الفيديو. لانه اليوم جايب لكم وصفة ايطالية بحشوة روعة. كتير اللي هتحبوها وخليكم معنا نشوفها. طيب شو عندي? عندي هون دورة الدجاج. صدرين الدجاج بدي اعملوا لاربع صراحة بداية بدي اقطع كل واحد هيكة اعملوا شريحتان اوكي. لانه بدي ارجع بعدان دقن ولفن. صاروا عندي والتاني اللي هعملها كمان نفس الشي. كمان هيدي صارت عندي جاهزة. هلا بدي حطن على نايلون دقن ونرجع بنحشيون الحشوة الرائعة. خليني لكم عشغلة. من بعض الاحيان بنحط النايلون اللاصق وبتصير يصحط عندي. ولكن بدي اعلمكن شغلة. مسحوا الطاولة بشوية مية ونشفوها وخلوها شوية رضبة. شوفوا كيف ما بيصحط عندي وبيلتسق بشكل جيد. هلأ صفيتن الاربعة هايدي شغل اللي هيكون سريع عندكم. تعملون بهايدي الطريقة وبنرجع من فوق كمان. منغطيوهم لندقن اوكي. هايدي الشغل المزبوط. شوفوا عندي بدي دقن بهايدي السماكة. هلأ طبعا واحدة تختلف عن واحدة. ما في اي مشكلة لانه اه الحجم بيختلف. نشيل النايلون. من ملح. من جوة بهيدي الشكل. عشان يطلع فيه طعمة ونكهة من ملح ومنيح. طبعا آآ نحط له فلفل اسود او فلفل ابيض حسب الرغبة. اوكي. شوية مش كتير. اول شي نبلش جبنة الموزاريلا. ما بدي كتر حشوة مشان آآ الصدر ينلف معي وما يصير يطلع لبرة. وبيجمعون هيك عبعض اوكي. نرجع. جبنة بارميزون. عالخفيف. تنكيه يعني اوكي. شو عندي هون. طوم مجفف. بالاعشاب الايطالية. طبعا فيكن تتلبوه. الرابط اسفل فيديو. داخل الاراضي اللبنانية. بنوصلكم اياه وان ما كنتو بلبنان. لحستعمل منه. على هيدا الاكل الطيبة. هلا اذا ما عندكم منه او مش قادرين تحصلوا عليه. او خارج لبنان. بنحط شوية اوريجانو شوية حبق. هيك بيعطي كمان نكهة طيبة. واذا قادرين حصلوا عليه. اسفل فيديو الرابط تتواصل معنا على واتساب. خلينا نحط منه. والكيس كمان بيوقف. شوفوا لي ما احلى هون. روعة. الله عليك هيك رشة حلوة. يعان يعان. الريحة رائعة اللي طلعت هلأ. هلأ. بيبروني. نشوفهم هيك. يعان على البيبروني شو اللي حتعطينا. نكهة بقلب هيدا دجاج. كمان شوية فطر. نرجع. طماطم. يعني بنادورة مقطعة بهيدا الشكل. اوكي. اللي نكهة الخاصة يعني هي. نرجع من ملح شوية فوق الطماطم. لانه منيح كتير. ياخد نكهة. بس ما كتير لانه البيبروني هي فيها ملح. وهلقدي المكونات اللي بقلبها. خلينا نلف يا عزيز. هلأ منجيب هيدا الصدر هيك. شوفوا بس يكون مدوق منيح. والحشوة مش كتيرة. منلف. يعان عورق العنب. منشد ومنلف. ومنخلي الفتحة لطحت مسكرة. يعان شوفوا ما احليهن. منلفون شوية شوية. صار عندي كمان جاهز. والتالتي كمان. بدي ارجع قطع بين كل وحدة وحدة. لح التالي. لفة لحالة. اوكي. متل ما لح تشوفوا عندي. هلأ انا هون هيدا الشي بساعدني انه اضغط على الدجاج ويتكون عند دائرة حلوة. اوكي. وفي حطهم بالفريزر يعني. انا عم بعطيكم شغل مشاني يطلع عندكم شي حلو. هلأ فيي فرزهم كمان بهيدا الشكل. اوكي. نفس الشي ومنح كتير نعمل هيدا الخطوة بنحطهم بالبراد شوي. قبل ما نلتهم ونبلش نشتغل فيهم. هلأ نحطهم بالفريزر بس ما بدي فرزهم. بس ما نحطهم شوي بالفريزر او ببراد لا يسقعوا. خلونا نعمل قطيب يعني فوتات خبز ممكن تعملوه لجميع الاستعمالات. فوتات الخبز يعين عليك. عندي خبز صمون. هيكي قديم عندي احطه بالفريزر عندي شوية كعكو. هيدا الكعك اه تعرفوك لكم. بدي قطن هيكي. هيدا الطريقة كتير مهمة. فيكون مشكل صمون وفرنجة اللي هو بس انه بهيدا الشكل. ازا عم بستعمل باندومي بشله اطراف لانه شوي نوعا ما عاسي. اما هيدا قشرته خفيفة. لح رشله رشة ملح على الخفيف. لح ضفله توم مجفف. او توم بودرة. ما في مشكلة. هلأ اللي ما عندو توم مجفف او بودرة في حط نص حص توم صغير. بس افضل هيكي لانه بصير يضاين اكتر. لحط له بقدونس. ولحط له جبنة البرمزون. ضربة. وهيدي هي. هلأ في ضيف اوريغانو شوية حبق. ما في مشكلة. انا اكتصر بس على البقدونس واطحن. بسم الله. هلأ اللي صار معنا انه عم نطحن. وما طحن جمك انا فكانت الشفرة برا. ما تنسوا الشفرة. نحن نرجع نحطها. جاهزين. نطحن. روعة. الريحة كتير رائعة. تحنطن روعة. خلونا نكمل. طيب هلأ لنجهز بدنا نلطب بالكعك بس مشان يلتسقوا ما بدي استعمل باد بالوصفة واعمل اشياء كتير معقدة. استعمل شوية حليب. اوكي. ولحط بقلبهم طحين. لسمكم اوكي. شوية طحين. طبعا شوية ملح مشان ياخد الدجاج من برا. ملوحة. اوكي. واللي بدي اعملو. نحركوا اللي هيطلعوا عندي سماك اوكي. هيدا مشان يلزق. كل شي على الجاج شوفو. سماك بهايدا الشكل. هيدا هي القصة كلها. قلح تشوفو شو رح اعمل. طيب هلأ اللي بدي اعملو. فك نايلون اللاصق عن هيدا الحبة. ما احليها كيف لقطة عندي. بجيب هيدا الخليط هيكي. وبدهنها. لا. مشان بعدين يلزق عندي الكعك. وهيدي هي القصة كلها. هيكي ما بي حاجة انه قعد لتا ويتعزب. بس بدهنها عن الاطراف بشكل منيح. يعاني. برجع بشيلها وبحطها بفتاة الخبز. وهلأ صار الموضوع سهل علي. منتصقة. كبسها شوي. بتأكد انه كل شي لزق عليها. يعاني. هيدا القطعة. شوفو لتايتها منيح كبستها شوي. بنشيلها عجنب ونكمل الثانيين. مقلية على النار. ما بي حاجة تكون كمية زيت كتير لان نحن نرجع على الفرن بعدين. شوفو عندي محليهم. كتير روعة. نحن خلي الزيت يحمى عندي شوي مش كتير. اللي بدي اعمله. بدي قليهم شوي بالزيت لياخدوا لون اشعر بسيط. وبنرجع على الفرن. اوكي. هلأ في بعض الناس ممكن تسألني طيب في بدون زيت. بدكن جيبوا تصاصة. تحطوا فيها زيت وترشون منيح. عجميع الميلات. رجع على الفرن ممكن. بس القرشي لح تختف يعني. هيدا الطريقة فيها قرشي عطيب. يرم. شوفو ما بدي الزيت يكون عندي حامي كتير. اوكي. لانه بس لدعة. بدي اعمل بس. طبعا هلأ بنقلبهم على الجهة التانية بحذر شوي شوي. شوفوه لون بسيط. رعين عليك شو هالروعة. بنشيل ومننزل على صينية عليها ورق زبدة. بنكمل بالفرن. شوفو لي هيدا الروعة. يلا هلأ على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة مية وخمسة وسبعين سلسيوس. من الاعلى والاسفل الصينية بنص الفرن. ما بدنا حرارة قوي كتير. يستوا شوي شوي تحمروا شوي شوي تقريبا شيء خمسة وعشرين دقيقة. لثلاثين بيكونوا جاهزين. يعان شوفوه الروعة. شوفو هالمنزر الشاهة. طبعا ممكن تطلع شوي جبن منه ما في مشكلة. لانه بالفرن ولا اشهر. صفن هيك. ديالة الروعة. ولا افخم من هيك طبع. الله. 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 شوفوه الجبنة. يا سلام. متل النار مش قادر احملها الروعة. شوفولي الجبنة شو روعة? بسم الله. ببيروني. البهارات الايطالية ناكها كلها شيرا وعشوفو البراد كرامس من بره. عطى كتير ناكها رائع. كتير طيبة ايطالي بامتياز كتير رائعة. ببيروني عطتها الدسامة. الخلطة اللي لازم تطلبوها اسفل الفيديو. موجود الرابط على الواتساب. شاهدينها. جربوها. وما تنسوا تشتركوا بقناتي. تيليجرام. وواتساب. كمان رابط اسفل الفيديو. و الى اللي.